إلى موضوع آخر وفي وضعية جد صعبة وفي ظروف قاسية تعيش عائلة عائلة قول بحي النصر في ولاية غليزان حيث تعتمد ربة العائلة المعوزة على جمع الخبز اليابس لتقتات عليها تفاصيل مع حمزة زروقي وحمد عوادي بحي النصر بولاية غليزان أوجدت هذه العائلة لنفسها جترانا تختبئ وراءها من قصوة زمان جعل من مهمة الأمة ربت عائلة عرقوب جمع خبز يابسة وتحويله لمصدر أساسي لضمان قوت العائلة لدينا الروح وعطيناها النجام لا لدينا اللي يخدم عليهم لا لدينا لا لدينا بينات حرك لا لدينا خدمة لا صدنا لدينا تشيرات وطفل سبنات وطفل هذا الكبير اللي يخدم عليهم اسمها مرض عقلية وفاته ورب العائلة وإعاقة ابنها ظروف معيشة أقل ما يقال عنها كارثية هكذا تمضي يوميات هذه السيدة صاحبة الخمسين سنة سنوات شقاء وألم إن حوص المحاقة أنا طبعهم يعاونوني في بلدي في المعوق هذا في السكنة في مغبرة الغالب لم يتكسرها في سوبعتها لم يتقدر تبطر عليها في المشتاء لأنه هذه الأطاعة التي تقول انتارك بره مشارك الداخل طلبوا مننا من سيد الوالي يجو شوف هذه المخلوقة هذه يشوفها بعين اعتباره ويعطيها محسوبة ووجه الميعاد ويعطيها حتى مسكينة سكنة ويفرج عليها عينت عائلة عرقوب المأساوية لن تكون الأولى والأخيرة فكثيرة هي الحالة المشابهة لها والتي تنتظر بدموع حارقة أن تلتف حولها أياد دافئة لماد يد المساعدة لها